كأنهم ولدوا للتو كل شيء في شعورهم الآن يستحق الثنى الإله، أهاليهم، الأرض، الهواء، الأصوات المخنوقة بالفرح العيون المغمورة بالدمع إنها الحرية كما لم يشعرها من قبل كل ما يفعله الآن هي محاولات لتصديق أنهم حقا أصبحوا أحرارا لنا سنة ونصف وشعرنا اليوم لا يصف ونتمنى أن تعتبر من أنصار الله مبادرة جيدة جدا ونتمنى من الجامعة الأطراف أن يتخذوا مبادرات مثل هذه يعني اليوم مرتاح نفسيا يعني بخروجنا فرحة عيدين ما هو عيد يعني نأمل أنهم يوافقوا على هذا الملف الإنساني وفي غمرة الفرح هذه لابد من تذكر حقائق عديدة أن هؤلاء ومثلهم الآلافة محتجزون لسنوات دون تهم منسوبة لهم أو محاكمة وأن كثيرين منهم وضعوا دروعا بشرية في أماكن كانت أهدافا لطيران تحالف الحرب على اليمن وأن حريتهم لا تزال مقيدة بأوامر من الميليشيا بالبقاء في صنعاء وعدم مغادرتها بحسب ما رشحت من أنباء وعن خروجهم من السجن يحكي بيان الصليب الأحمر وهو الطرف الميسر أن الصفقة تمت من طرف واحد وقضت بخروج مائتين وتسعين معتقلا منهم اثنان وأربعون معتقلا ممن كتبت لهم النجاة من استهداف الطيران لمقر اعتقالهم في دمار قبل نحو شهر الواضح إذن أن الميليشيا تسعى لتسجيل موقف على حساب التحالف الذي استهدف معتقلهم بينما تريد هي الظهور أمام الصليب الأحمر والرأي العام الدولي وكأنها منعتتهم الحياة والواقع أن الصورة مغايرة تماما فمن ساق آلاف المدنيين إلى المعتقلات هي الميليشيا وهي أيضا من وضعتهم في أماكن معرضة للقصف